اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة غير متوقعة. عادة مثل ما حكينا في مكانين شائعين. هنا خسار وريدي عميق في الساق أو رد الساق والصمي الرأوية. فإذا وجدنا خسار مثلا في الجيوب الدماغية. خسار في الوريد الطحالي. خسار في الوريد الكلوي. يجب أن نشك خسار الوريد البابي مثلا. يجب أن نشك بأن هناك حالة من فرط الخسارية. أي مريضة لديها اسقاطات حملية متكررة غير مفسرة أو بسبب موت محصول أو تسبب موت محصول الجنين. طبعا غير مفسرة يعني تعرفوا الاسقاطات لها أسباب كثيرة مثلا مثلا يعني تنافر أحيانا الزمر وأحيانا يكون فيه مثلا مشكلة الشريحية في الرحم. أحيانا الداء سكري نفسه أو عند يعني الداء سكري الحملي أو قصور الدرق عند الحوامل إلى آخره. لكن لما ما بيكون فيه أنه سبب مفسر لهذه الاسقاطات يجب أن نشك بحالة فرط الخسارية وعلى رأسها يعني متلازمة الضغط الفوسفو أي مريض لديه تنخر جلدي محرط بالورفرين مثل ما أنه الورفرين إذا استخدم لحالة بدون حبارين يؤدي لخثار وتنخر جلدي يجب أن نشك أنه لديه حالة من فرط الخسارية. إذن هاي كثيرا حالات لما نشوفها يجب أن نطلب تحاليل فرط الخسارية هناك حالات يعني من فرط الخسارية يعني خلينا نقول خسار عند هدول المرضى لا يستطب إجراء تحاليل فرط الخسارية. مثلا خلينا نحكي النوبة الأولى لخسار الوريدي المحرض. مريض عنده سلطان مريض عنده ضعف حركة مريض عنده مرض مزمن مقعد بعد جراحة صار عنده خسار ما في داعين هون نطلب تحاليل فرط الخسارية. مريض عنده ورم خبيس مريض عنده الداء المعوي الاتهابي من الأمراض التي تحرد للخسار أيضا لا يجب أن نطلب لديهم تحاليل فرط الخسارية. ضرابات النقية التكاثرية هي أسباب معروفة لأنها تؤدي للفرط الخسارية. ما في داعي نطلب تحاليل مثل مثلا أحمرار الدم الحقيقي أو كسرة الصباحات الأساسية. حتى دول ممكن يعني نعطيهم بشكل وقائي الأسبرين حتى ما يصير معهم خسار. قلة صفحات محرضة بالهبارين مع وجود تخسر لا داعي هنا يعني لإجراء تحاليل فرط الخسارية لأنه هنا يعني السبب معروف هو يعني النقص صفحات محرضة بالهبارين. تخسر الوريد الشبكي ممكن يحصل لوحده شوفوه طباء العينية أو ممكن يحصل في سياق الانسمام الحملي. الخسار مرة أولى عادة لا يعني لا يجب أن نطلب تحاليل فيه يعني إن كان فيه هناك يعني سبب الوحيات أو النقص. ذلك يعني في حال كان أول خسار أول مرة خسار واضح السبب ومحرض ما في داعي نستقصي عن فرط الخسارية. شو هي تحاليل فرط الخسارية؟ هناك تحاليل أساسية تحاليل الخمسة الأساسية وهناك يعني تحاليل أخرى تطلب يعني حسب كل حالة على حدار فيه مرضه معيني. فرط الخسارية هناك تحاليل الوراسية وتحاليل متلازمة الضاد الفوسفو للبيد. عن تحاليل فرط الخسارية الوراسية نعمل اختبار جيني لطفرة العامل الخامس بلايدن. تحليل جزئي لطفرة مورست بروثرومبين اللي هي عشرين الف ميتين وعشرة اي. المقايسة الكمية والنوعية لبروتينات سيو اس. اللي مشوفة عادة منخفضة. المقايسة انتي ثرومبين ثلاثة. اختبارات متلازمة الضاد الفوسفو للبيد وخاصة ان ما بكون في عنا شك بالخسارات الشريانية. انتي كارديوليبين. اي جي جي اي جي اي جي ام. بتاتو غليكو بريوتين انتي بادي. واللبوس انتي كواغولانت هذولي. نطلب خاصة ان ما بكون في عنا خسارات شريانية. الاختبارات اللي بنطلبها يعني ما هي جزء اساسي من تحيي الفرق الخسارية. ما هي روتيني بنطلبها. انما يعني بكل حالي على حدها مثلا. مثل مستويات الهيموسيستيين يوريا. هيده ببعض الحالات المشكفية. اخضر احنا نشوف نحكي شوي عن هذا المرض. بيكون هيك له يعني مظاهر سررية واضحة. تحليل طفرة الجاكتو اللي بنشوفها بيعني احمرار الدم الحقيقي او في الصفحات. وتحالي تقييم البيلة الخضابية الانتيابية الليلية المعروفة. اي خاصة ان نطلبا هذول التحاليل لما بنشوف في خسارات بمنطقة يعني الوريد الباب او الوريد مسارقي او بوتشياري. طبعا اه يعني ما بنطلبا لما يكون في عنا خسار الروتيني سواء شرياني او الاوريدة السفلية او بعض التحاليل ممكن تتغير اسنان الحالة الحاد. اه يجب تأجيل معظم هاي التحاليل بعد اسبوعين. اه يعني من حالة الخسار. اه وتتأثر اه معظم تحاليل فرطة الخسارية ببعض مضادات التخسر. لما انا شايفين بالجدول اه المرسوم ملون باللون الاحمر. اه عاية اه مثلا بروتين سي و اس اه لا يمكن قياسه لما مريض موضوع على الورفارين ومضادات التخسر الفهمية الحديثة مثل ريفاركسبان. فهون ممكن نلجأ للهبارين. اه لانه يمكن يعطينا هون يعني ايجابية كاذبة اذا كان مريض موضوع الورفارين او مضادات التخسر الفهمية الحديثة. فيعطينا المرضى ان هدول عندهم عوز بروتين سي و اس. وانه فعلا ما بيكون عندهم لكن سبب اعطاء مضادات التخسر. لذلك اما نوقف الورفارين اسبوعين اه اذا كان ذلك ممكن او اه ممكن يعني نستخدم الهبارين اثناء يعني فترة اعطاء الدواء. اه لاحظوا كمان الانتثرومبين ثلاثة اه لا ممكن قياسه لما يكون مريض موضوع على ضدات التخسر الفهمية الحديثة. بشكل عام اه بالهبارين او الورفارين او مضادات تخسر الفهمية الحديثة لا يمكن اه قياسه. فيعني ننتبه بهذا الجدول يعني اه مهم عند الشك ببعض اه التحاليل او ازا طلبنا تحاليل في هاي بهذا التوقيت اللي بيكون فيه اه مضادات تخسر موجودة او اثناء الخسار الحاد فممكن يتغير هاي التحاليل. لزاك دائما يفضل تأجيلها لابعد اسبوعين او ممكن بعد يعني ان نكس مثلا المريض الحالية موضوع على مضادات تخسر او خارج هاي الفترة. مثل ما شفنا انه احد محرضات يعني الخسار اه هو السرطان. لكن ما دائما بيكون السرطان واضح لنا. فشفنا مريض عنده خسار اه وما لقينا سبب له يعني غير محرض. اه وبحثنا يعني بالمريض بالشكل اه جيد ما لقينا فيه فممكن هون يعني اه نتحرى عن السرطان الخفي. فنذكركم يعني احد الاسباب المهمة المكتسبة للخثار هو يعني السرطان. فينصح باجراء التحاليل اساسية او تقييم اساسي اه عند هؤلاء المرضى. اللي طال عندهم خثار غير محرض غير مفهوم سببه. اه من خلال مثلا القصة والفحص السريري اه يعني الشامل. بما في ذلك المس الشرجي وفحص الحوض عند النساء. التحري مثلا عن سرطان المستقيم او سرطان يعني الطرق التناسلية. اختبار الدم الخفي بالبراز. تعداد دمه كامل مع الوطاخة. سرعة التسفر. اختبارات وظائف كلي والشوارد وخاصة الكالسيوم. طبعا تعرفوا الكالسيوم بارتفاع بكالسيوم من الاورام المنتقلة للعظام. اختبارات وظائف الكبد ايضا تحليل البول. اه تعرفوا احيانا يعني معظم السرطانات او خلينا اقول سرطانات جهاز بولي بشكل عام تكون غير اه مؤلمة. فما بشعر المريض بألم. ممكن من خلال تحليل البول تكون عن نبيلة دموية غير مؤلمة. اه ويعني التصوير الشعاعي للصدر. اه صورة شعاعية بسيطة. وفحص السرطان المناسب للعمرية. يعني تعرفوا دائما في يعني بعض السرطانات. مثلا سرطان اه الكولونيو صب يعني بعد سن الخمسين. اه كل خمس سنوات. مسلا سرطان السرلي بعد سن الاربعين. اجب ان تجري كل امرأة. اه فحص روتيني بالماموغرافي. اه ايضا لو طاقت بابا نيكولا هي يعني يعني سرطان عنق الرحم. يعني بعد سن الثلاثين. اه بالنسبة للمدخنين ايضا يجري تصوير طبقي محوري. اه منخفض الجرعة لكل شخص اه او عنده اه اه فوق ثلاثين باكات سنة. يعني صلوا اه ثلاثين سنة بيدخن باكات اليوم. فيفضل هون اجراء اه طبقي محوري ولو مرة اه منخفض الجرعة. اه طبعا يعني في بعض المرضى بيكون عنده مثلا اعراض. مثلا طلع عنده خسار وعنده مثلا الم صدري اه او زلة تنفسية او الم بطني الى اخرى. فممكن نعمل طبقي محوري اه يعني اه الى الصدر والبطن والحوض طبقي محوري شامل. ممكن نطلب بعض الواسمات الورامية مثل سي اي اه مستضر الدجنيني او الفا فيتوبروتين. سي اي تساطاش تسعة. سي اي مية خمسة وعشرين او اه البي اس اي تبع البروستاب. وعن سي تساطاش تسعة تبع البنكرياس والمية خمسة وعشرين اه تبع المبايض. الفا فيتوبروتين تبع الكبد. والسي اي اي تبع اه ا اه اه اضمن سيطان الكلون. البي اس اي تبع سيطان البروستاب. طبعا الماموغرافي الى السده. الاطواج بابا نيكول للنساء والتنظير هضمي الى الوي واستوفلي. طبعا يعني بشكل عام الاضافرات الوراسية اه اللي بتأدي لفرط الخسارية العامل الخامس كروثرومبين والأنتي ثرومبين كلها تبتعمل خثارات وريدية أما فرط الهيموسستئين وقداد الفوسفو البيدي الوحيد بتعمل خسارات شريانية ووريدية لذلك لما نشوف خثار شرياني ما ضروري نطلب تحاليل الوراسية الخامسة ممكن نطلب بس فرط الهيموسستئين والقداد الفوسفو البيدي نحن نتكلم الآن عن بعض أنواع هاي الأمراض الوراسية واللي أخطر عوز الأنتي ثرومبين ثلاثة إذن الشعاء هو عامل لكن أخطره هو الأنتي ثرومبين ثلاثة ويعني ليحسن الحظ أنه هو يعني من صحيح أخطر واحد لكن يعني نادر جدا حدوثه لمرة واحدة يعد استطلاب يعطاهم دوء تخسر مداء الحياة فيه إلو أسباب مكتسبة ما ضروري أنه يكون وراسي عوز الأنتي ثرومبين ثلاثة ممكن نشوفه مثل ما شفنا من شوي بالمتلازمة النفروزية أمراض الكبد المعالجة بالهبارين أحيانا بتأثير أثناء الخسار الحاد ممكن ينزل الأنتي ثرومبين ثلاثة لذلك لا يفضل الطلبه أثناء الخسار الحاد أو المعالجة بالهبارين وعطلال أماع المفقد للبروتين نصف يعني الوراسة تبعيته هي وراسة سائدة لذلك نصف العائلة بتكون مصابة يجب أن نجري إلى يعني اللي بيطلع عنده عوز أنتي ثرومبين ثلاثة يجب أن نجري للعائلة التحليل بس لأينا عوز أنتي ثرومبين ثلاثة صار عندهم خسار أو صمة رئوية نبلش علاجهم بالحبارين الوريدي بعد حصول الحادث الخساري الوريدي ممكن نحط المرضى على مضادات تخسر الفراموية مدى الحياة لمنع التكرار أو على الأقل سنتين لكن يجب أن تكون لمدة طويلة وليست المدة المعتادة لعلاج الخسار أحياناً نشوف هذول المرضى عندهم مقاومة على الهبارين لذلك يعني ممكن نعطي مضادات التخسر العلاج الوقائي إذا ما حصل الخسار ما نعطي يعني معاجل المصابين بالعوز لأنه ممكن نحن نشوفه عند العائلة فإذا ما حصل الخسار عندهم ما في داعينا نعطيهم الدولة لكن منصحهم نصائح مهمة يتجنبوا العوامل اللي بتساعد بحدوث الخسار مثلاً يتجنبوا قلة الحركة يتجنبوا الركودة وممكن يعني هذول يعني نعطيهم علاج وقائي بالهبارين حتى لو ما صادهم خسار في حالات معينة مثلاً لو كان المريضة مثلاً حملت وهي حاملة لهاي المورسة رغم أنه ما صار عندها خسار نحن نعرف أنه الحمل هو من أحد المؤهبات الخسار فواحدة عندها عوز أن تسرمبين ثلاثة وحامل فرح يصير عندها خسار أكيد فإذا كنت ننصح بالعلاج وقائي رغم أنه نحن بالحالة الطبيعية ما بننصح فيها أي مداخلة طبية وجراحية بتزيد من خطر الخسار ممكن ننصح بالعلاج البقائي المريض مثلاً يعني مضطر يوقف في فترات طويلة مثلاً يعني مثلاً سفر طويل ارتداء أحزيرة فترات طويلة هو عنده دوالي أيضاً يعني مريض فقر الدم المنجلي بشكل عام نحن يعني مريض فقر الدم المنجلي ما بنعطيه مميعات إذا ما صار عنده خسار مثلاً تعرفوا مريض فقر الدم المنجلي بصر عندهم ستروك أحياناً نتيجة بسيوكي خسار بالأوية الدماغية لكن بشكل طبيعي ما عندهم خسار ما بنعطيهم مميعات لكن إذا كان عندهم عوز أنتترومبين 3 فيجب أن نعطيهم مميعات بشكل دائم إذن هاي الحالات الأربعة اللي بنعطي فيها علاج وفائي عند مرضى عوز أنتترومبين 3 غير العرضيين أما إذا كان عرضي فيجب أعطاه مضاد التفسر ومداء الحياة إذن هون علاج وفائي العوز بروتين سيو اس طبعاً هدول يعني بروتينين مع بعضهم يعني باتحد البروتين سي المفاعل مع البروتين اس وبيؤدونا تصبيط العاملين الخامس والثامن من المفعالات فبيوقفوا تشكيل الفيبرين فإذلك يعني بحس البروتين سي والمفاعل من حلال الفيبرين وبسلع بسرع من حلال الخسارة إذلك لما بي يعني بصير فعالنا عوز فيهم فبتشكل الخسارة طبعاً كمان بيتورس بصفة جسمية سائدة وبينتقل يعني نصف العائلة ويعني اللي حظ نحظ أنه يعني أيضاً من الخسارات النادرة ممكن يؤدي لخسارات متكررة مع صمير وممكن يكونوا غير عرضيين أيضاً إذا كان متماسل اللواقح وجد حالات من الخسار داخل أو أي صاعق عند الولادة فهذا يعني لازم يطلب تشخيص وعلاج سريعين ممكن يخفض مستوياتهم عند استخدام الورفرين إذلك مثل ما شاهدنا أنه لا يجب معايرتهم عند المعاجبة بالورفرين بالنسبة للعلاج المرضى المتخيفين اللواقح اللي عندهم خسار ممكن أن يعالجوا بالهبارين بعدين نحطوهم على مميعات الفموية الحديثة مثل مضادات العام العشر الورفرين لأنه الورفرين كما شاهدنا بيؤدي لخفض مستوياتهم بيعمل حتى تطاول بيتي بشكل كاذب ويعني المتماسين اللواقح بيحتاجوا لنقل بلازمة دوري لذلك يعني ننتبه أنه يعني إذا كان عواز بروتين سي و إس الأفضل استخدام من ضدات تخسر الحديثة العواز بروتين سي و إس ما منميع مدى الحياة من أول حادث خسار مثل ما شفنا بالأنتي سرومبين ثلاثة تميع مدى الحياة أما هنا فقط إذا تكرر الخسار فممكن نميع مدى الحياة وهو يعني ما بيتكرر عادلتا إذا حادثة وحيدة منميع بالهبارين ثم المميعات الفموية الحديثة ولا نميع مدى الحياة إلا عندها تكرار الخسار طفرة العام الخامس وهي الطفرة الأشيعة مثل ما أنها اللي بسبب الخسارات بين الطفرات البرقسية لاحظوا أن الطفرة متخالفة للواقح بتؤدي زيادة الخطر الخسار سبق أضعاف أما المتماثلة للواقح بتؤدي لزيادة خطر عشرين ضعف ويعني وجود هذه الطفرة عن مريضة تزيد الخطر حوالي 15 ضعف وأيضا يعني يزداد الخطورة أيضا وجود يعني عوز بروتين COS مرافض الإصابة بالحادثة الخسارية واحدة من طفرة العام الخامس تستدعي المعاجه الطويلة الأمد أو الدائمة خاصة إذا كانت متمثلة اللواقح أخيرا طفرة مرست البروسرومبيين بتأهب لخسار وريدي ويعني الطفرة متخالفة اللواقح يعني هي نادرة شوي طبعا تأدي خسار وريدي لأول مرة في 6% فقط منها حالة فرط الهيموسيستئين طبعا تحرض نوعين من الخسارات شرعينية والوريدية ويؤدي أحيانا الفرط الهيموسيستئين إلى حدوث سكتات دماغية أو حتى أفات إكليلية سبب مكتسبة ووراسية طبعا السبب ووراسي ونادر بيلة الهيموسيستئين يوري الوراسية السبب المكتسب وهو الأغلب ينجو عن عوز بـ 12 مثلا خاصة المرضى المسنين بقى 70 سنة وهذا السبب قابل للعكس بالعلاج بعض الأدوية تؤدي لفرط الهيموسيستئين مثل مثلا فنتوين كاربامازبين ميتوتريكسات الهيدروكلارسيزايد بعض الحالات المرضية تؤدي لفرط الهيموسيستئين مثل فصور كاليزئب الحمامي والصدار سريريا عمشوف سحنة مارفانية مريض طويل عنده طول في الباع لكن هون الشارع المميزة فيه نحن شفنا بمارفان بتكون خلع العدسة الأعلى أما هنا العدسة مخلوعة للأسفل الفرق بين فرط الهيموسيستئين ومارفان هو بخلع العدسة هنا خلع العدسة للأسفل مخبريا نعير الهيموسيستئين منلاقي مرتفع المعالجة ما في داعي لمنضادات تخسر ممكن نعطي حمض الفوليك 5 مليجرام أسبوعية مع أو بدون فيتامين بي ستة 25 إلى 50 مليجرام أو 400 مليجرام بالأسبوع ننتقل لحالة نقص الصفيحات المحرض بالهبارين طبعا هي نادرة التشخيص معظمنا ما شخصها لكن إذا شخصت أو صارت فهي مدمرة عند المرضى التي تلقى المعالجة بالهبارين العلية المراضية بصراحة معقدة وغير مفهومة هي بتشكل أبضاد من نوع IGG موجهة نحو معقدة العامل الرابع الصفيحي تجاه الهبارين عفوا من الهبارين العامل الصفيحي الرابع مركب كيموي موجود في الحبيبات الصفيحات لما بصير في أن أتسام مضادة لموجهة ضد هذا المعقد العامل الرابع فها بتنصار وبتنقض حالة فرد خسارية عن طريق تفعيل الصفيحات والخلايا البيطانية فها بتشكل ثرومبين فبيؤدينا الأقصار بالأوعي الدقيقة والكبيرة طبعا العامل يحدث هذا نقص صفيحات محدث بالهبارين عند المرضى يخطعوا الهبارين بين اليوم الخامس والرابع عشر يعني أقريبا في الأسبوع الثاني من بدء العلاج بالهبارين ونحن من النادر منطول أكثر من هيك لكن أحيانا تعرفوا بعض المرضى يضروا عنا المشفى لفترات طويلة فنحط المرضى أكثر من عشرة أيام فأحيانا نحن نقص صفيحات معرض للهبارين طبعا هم ما نحكي عن الهبارين يعني الهبارين بنوعينه الغير مجزة والهبارين منخفض الوزن الجزيئي لكن يعني حدوثوا أشياء مع الهبارين غير مجزة الهبارين العادي معروف باسم العادي وليس الانوكس بارين نقص الصفيحات المحرض بالهبارين ممكن يتظاهر فقط يعني نقص صفيحات معزولة ونحن عمراقب المريض أصناء العلاج فوجدنا أنه عنده نقص صفيحات بدون أي أعراض ولكن قد يتظاهر بالتظاهر القاتل اللي هو الخسار اللي ممكن يوصل نسخ 36 إلى 50 مية سواء خسار وليدي أو خسار شرياني مثلا سكتة دماغية خسار محيطي أو احتشاء عضلة قلبية طبعا ممكن تتظاهر بخسار وليدي عميق أيضا DIC منتشر طبعا فقر دم انحلالي اتلاعوا أي دقيقة ممكن صرف يعني نزف كذري فبأدينها صدمة كذرية هبوط ضغط نتيجة احتشاء بيزيك لكن لتشخيص وليسي نكون بيزيك ونشوف نقص الصباحات مقدار 50% من الصباحات الأساسية التي لدينا عند المريض بعد تعرض للهبارين وعادة بالأسبوع الثاني أو نقص قدره 30% لكن خسار محرط بالهبارين بدون خسار نقص 50% ومع خسار 30% وهناك بعض التشاخص أو الاستثاؤاءات المخبرية تجرى في الأبحاث هي عبارة عن مقايسات مناعية وظيفية مثلا قياس تحرر السيروتورين والأكثر حساسية ونوعية مقايسات تكدس صفيحي محدس بهبارين أو مقايسات الأبضاء موجهة ضد نقص محرط الهبارين أول شيء إيقاف كل مصادر الأخرى الهبارين يعني أحيانا في بعض القصاطر على فكرة تكون مغلفة بالهبارين لا تنسوا أن القصاطر المركزية أحيانا منهبرنا منشان يعني تبقى سالكة فهي لازم نشيلها كمان لأنه أحيانا ممكن يستمر العملية بسبب وجودها ممكن نعطي مضاء تخسر آخر طبعا يعني بغياب مضاد الاستطباب نزل المريضة عنده نزف نبصر نعطي مضاد تخسر طبعا المقترح ومضاد تخسر مصبتات الترومبين المباشرة مثل البرودين والإرغو التربان نتجنب نقل الصفيحات قدر الإمكان بسبب وجود الضاد يعني لأنه ممكن نقلة يسيئل الوضاع إلا إلا 20 ألف فبيصير في عنا خطر النزف الدماغي مجرد ما يعني شفنا الصفيحات صاعد فوق المئة ألف ممكن ندخل الوارفارين بجرعات منخفضة أما يعني بالحالات المبكرة أحيانا هي نفسها تقودنا لحدوث القانجرين طبعا المدة المعاجه يعني مرتبطة بموقع الخسار على يعني اعتبار أنه الخسار يحدث خلال شهر الأول يعني لذلك يعني يفضل يعني يعطاء مضاد تخسر خلال هذه المدة طبعا في حال عدم وجود مضاد استطلاع بشكل عام هاي عن حالة فرط الخسارية الوراسية يجب إيقاف من الحمل في حال عدم الحاجة إليه في حال فرط الخسارية كل مرضى يجب أن تتم معاجه في البدء بالهبارين بعد معاجه المنيعات الفموية الورفرين من هنا المرضى اللي لازم نعطيه لفترات طويلة المرضى اللي عندهم عواز أنتثرومبين ثلاثة وحدث عندهم خسار هذول معاجه لماد الحياة عواز بروتين سي و إس أو متخايف الأمشاج للعامل الخامس وطفرة البرونثرومبين يعني ممكن يعني المعاجه طويلة الأمد تؤجل لتكرار الخسار ما هو الخسار من المرة الأولى لكن عواز أنتثرومبين ثلاثة الخسار من المرة الأولى الطفرة العام الخامس المتماثلة للواقح فممكن معاجه لفترات طويلة بعد الخسار الأول وكالعاد هذول المرضى يجب أن يتلقوا الهبارين لقائيا خلال الجراحة وبعد الرضو النساء اللي عندهم طفرة العام الخامس لازم يتجنب واستعمال مانعات الحمل ألف مول يجب استقصاء الأقارب غير العاضيين اللي عندهم طفرة العام الخامس ويعني إذا كانوا الحاملين لهذه الطفرة يجب أن يتلقوا وقاية مناسبة ويعني أنه يتجنب الركودة والعامل الخطر المعروفة ومانعات الحمل ولكن ما بيتم معلشتهم إلا إذا كان في عنا الحالات اللي ذكرناها اللي تزيد الخسار أو إذا صار عندهم الخسار رح نعطي يعني جولة سريعة عن الخسار وريدي العميد بالصمة الرئوية بالشكل العام لا ينصح بالمسح الشامل عن السلطان في المرضى الخسار الوريدي غير المحرض إلا في حالات معينة أما الوقاية فمعظم المرضى بالمشافي دون مضادات السلطة يجب أن يتلقوا وقاية دوائية بمضادات التخسر ما بينصح باستخدام جوارب ضغطة للوقاية إلا إذا كان في عنا مثلا خطر خسار عفوا خطر النزف كبير فهن ما منح سنعطي مضادات تخسر لكن جوارب ضغطة يعني من تركها بس لحالات المنح سنعطي فيها مضادات تخسر يعني ما هو مسبة كثير فعاليتها كمان ما يوصح استخدام الزلطات الهوائي متقطع كوسيلة وقائية وحيدة يجب أن يكون مع وسيلة ثانية غائما يتم أعطاء يعني الوقاية من الجلطات الوريدية أثناء المشفى باستثناء يعني أثناء فترة وجوده ومشفى باستثناء كسر الورق أو وتبديل مفاصل الورق والركبة وجراحة السرطان الكبرى هي يعني ممكن استخدم يعني مدة خمس أسابيع شهر ونص تقريبا أعطاء مضادات التخسر وممكن تكون يعني الريفوراكوسبان حاليا باستخدام لأنه هذول المرضى سيضلوا يعني لفترة طويلة يعني بركودة وضعف في الحركة إذن يكون يعني الوقاية بمضادات التخسر في بعض الحالات فقط خارج المشفى لتشخيص التخسر نستخدم معايير ويل معايير ويل في معايير مخصصة للـ DVT وفي معايير مخصصة للصمة الرئوية رح نرجع لهذا السلايد شوية معايير ويل لتشخيص وريدي المصار وريدي عميق DVT طبعا هن يعني عدة معايير تقريبا نشيت من معايير وجود كل معايير واحد من هذول معايير بياخد نقطة وإذا كان في عنا تشخيص آخر للـ DVT منعقص نقطتين مباشرة وجود نقطة واحدة نقطة عند هذول المرضى فيعني يشككنا بالخثار الوريد العميق وجود سلطان فعال وجود مضض موضع في الساق أو التورم التورم بالربلة أكثر من 3 سنتي وجود وزمة انطباعية وجود أوردة سطحية واضحة قصة DVT سابق أو قصة جراحية أو جلوس في السرير عند المرضى كما تأخذ نقطة من هذول النقطة في حال يعني الاحتمالية منخفضة يعني هي واحد فما دون فيعني ممكن هنا يعني نختبر D-dimer إذا كان D-dimer سلبي ما في داعي لها مزيد من الاختبار يعني كونه اختبار مخبري يدل على وجود الخسار أما إذا كان D-dimer إيجابي فنلجأ للتصوير بالموجات فوق صوتية لل DVT إذن معي رويل أكثر من واحد يعني نقطين خلص هذا مريض مسبت الخسار وريدي عميق يجب تأكيده بالإيكو دبلر الوريدي أما إذا كان أقل أو يساوي نقطة واحدة فقط أو مثلا هون ناقص سنين فنعمل نحن D-dimer إذا كان D-dimer سلبي فينفي الخسار إذا كان إيجابي بنلجأ لأعطاء أو إجراء الإيكو دبلر منتقل معايير ويل لتشخيص الصمة الرئوية أيضا هناك معايير حديثة وهون المعدلة معايير ويل المعدلة وجود أكثر أو أكثر من أربعة يعني يكون الاحتمالية مرتفعة ويجب طلب تصوير العلامات وجود عراض وعلامات D-V-T بيأخذ ثلاث نقاط إذا كان التشخيص الأول اللي يحطه بزهنك هو الصمة الرئوية بيأخذ ثلاثة وجود تسرر في النبض بيأخذ مهمية بيأخذ نقطة ونصف وجود قصة عدم الحركة من ثلاثة أيين على الأقل أو جراحة خلال الأربعة أسابيع الماضية بيأخذ نقطة ونصف وجود تشخيص سابق لـ D-V-T أو صمة رئوية بيأخذ نقطة ونصف نفس الدموي ورغم أنه عرض نادر لصمة رئوية بيأخذ نقطة وبدل على وجود احتجاء رئوي وجود خباسة مع المعالجة خلال الستة أشهر أو حاليا معالجة يعني طلطيفية بيأخذ نقطة إذا نرجع للنقطة هنا إذا كان الاحتمالية منخفضة بالصمة الرئوية يعني أربع نقاط فمادون منعمل اختبار D-Dimer إذا كان D-Dimer إيجابي منروح على التصوير الأوعية CTA للتصوير الأوعية رئوية إذا كان D-Dimer سلبي فينفي الصمة الرئوية ولا دعي المزيد من الاختبارات إذا من البداية كان الاحتمالية مرتفعة يعني لدينا خمس نقاط فما فوق أكثر من أربع نقاط من نقاط معير ويل فنروح على تصوير الأوعية طبعا بالصم الصمة الرئوية أحيانا على أنه حسب الخطورة وليس الاحتمالية إذا كان أقل طبيعي فهذا يسموه منخفض الخطورة إذن ملخص عن الصمة الرئوية إذا كان أقل أو يساوي أربعة فهنا الأحتمالية منخفضة منروح نقاط D-Dimer إذا كان D-Dimer سلبي ما فداعي نقاط نقاط أي استقصاءات شعائية استقصاء مخبري بسيطة أما معايير أكثر من أربعة ما فداعي نقاط د-Dimer مباشرة تصوير C-T-Angio أو V-Q-Scan يعني تصوير التهوي على التروية وهذا المنصوح فيه عند الحوامل تعرف الطبقي المحوري مضاد استطباب عند الحوامل إذا كان نلجأ V-Q-Scan مثلا لصمة رئوية سنعية أجانية علاج الخسار وريدي عميط معظم المصابين لا يتطلب دفول المشفى حقيقة ممكن واشرة نبدأ بمضاد تخسر الفموية نواك مثلا ريفالكسابان وهذه مباشرة تشتغل فما في داعي لعطاء الهبارين معه أو إذا نعطي وارفارين لازم نعطي هبارين منخفض الوزن الجزئي لمدة خمسة أيام مع الوارفارين بعض المرضى الذين عندهم خسار وريدي عميق سوام الحوض أو جزء خريب من الساق أو المرضى لا يحسن أن أعطيهم مضادات تخسر مثلا عندهم نزف عال نزف هضمي نزف من أي مكان أو عندهم خطر عالي للنزف أحيانا لا يحسن أن أعطيهم مضادات تخسر وينصحهم بيوضع فلتر الأجواب السفلي الغاية من هذا الفلتر أنه لا تنتقل الخسارات من الساقين للرئتين وهو الاختلاط القاتل الخسار الوريدي عميق بشكل عام له خطر أحيانا يتموت الطرف لكن يعني أو يصبح خسار أو يعني ركودة وريدية مزمنة لكن الخطر منخفض لكن الخطورة أكبر هو أنه يتحول لصمة رئوية تنتقل الخسارة من الساقين إلى يعني زينا اليمنى فشريان البطاين أيمن فشريان الرئوي فهونا هذا الفلتر يعني نستخدمه بحالات خاصة وهي ما منحسن لما يكون في عنا يعني قدرة على استخدام مضادات التخسر الفرمولي منتقل لعلاج الصمة الرئوية في نوعين من العلاجات في حالات الخسرة وفي مضادات التخسر بشكل عام نادرة ما نستخدم حالات الخسرة استطباب الوحيد إلى هو الصمة الرئوية الكتلية اللي تترافق مع هبوط ضغط هذا يعني الاستطباب هو استطباب من النوع يعني النادر وهو يعني المسبب مكتوب في الـ يعني استطبابات أخرى لكن خلينا نقول الدليل عليه ضعيف وهي مثلا المريض اللي عنده قصور في البطاني الأيمن أو نقص الأكسجة غير مستجيبة أو المريض يعني منكسرة معه وطغط لكن المسببت أعطاء حالات خسرة في حالة الصمة الكتلية المترافقة مع هبوط ضغط هلا نحن نطبع حال خسرة لكن لقينا أنه يعني في عنده خطر نزيف إذا كان خطر نزيف كبير يعني ممكن نستقصل الخسرة ميكانيكيا يعني يدخلوا ويستقصلوا الخسرة من أشرين أغيئوي ويعني ممكن أحيانا نحل الخسرة عبر القسرة مباشرة إذا خطر نزيف متوسط يعني ندخل حال الخسرة عبر القسرة ومنحطنه ضمن أشرين الرئوية طبعا يعني الحالتين هنه حالات صعبة استخدام مضادات تخسر كل الحالات يعني الصومة رئوية يجب أن تخطع للعلاج مضادات تخسر عادة نعطي مثلا هبارين سواء low micro-weight أو unfunctionated هبارين أو fundoparinox ونتبعها بمضادات التخسر الفاموية مثل ورفارين ايدوكسبان دابيكتران أما الريفاروكسبان أو الابكسسبان هدول ما في داعي لأعطاء حقنة الهبارين مشتغلوا مباشرة وبدون هبارين فممكن هدول نبعثهم على البيت على الريفاروكسبان المعروف إذن أبيكسسبان ورفاروكسبان ما في داعي لأعطاء الهبارين أما البقية يجب إعطاء الهبارين حقنة أولية مدة خمسة أيام إذن باختصار كان في عنا خسرات قريبة مثل خسرات مئباضية أو فخزية بطرفين السفليين أن الطراب هيموديناميكي يعني هبوط ضغط مع صمة ريئوية أو خسار وليد عميق شامل وليد الفخزي أو وزمة مهددة أو نقصر بمهدد الحياة يجب أعطاء حالات الخسرة فإذا يعني في عن مضاد استطباب لحالات الخسرة فمنلجأ لإستقصار الخسرة أو مضاد استطباب لحالات الخسرة منبلش بمعاجب حالات خسرة ما في صمة ريئوية مهددة للحياة مع بوضض ما في خسار أو وليد عميق كبير نعطي مضادات التخسر مضادات التخسر إذا ما في إلى مضاد استطباب نعطيها إلى مضاد استطباب مثل ما شفناه هون حطينا فلتر الأجوب السفلي نسبة الجراعات العلاجية لمضادات الخسر يعني الصمة الريئوية اللي إنوكسابرين واحد ميلي جرام على الكيلو كل 12 ساعة ما يحتاج لمراقبة بالبتت الهيبارين الجرعة هون انتبهوا يعني جرعة مميزة بالصمة الريئوية 80 واحدة على الكيلو دفش بعدين 18 واحدة على الكيلو على الساعة تسريب وريدي مع المعايرة البتت بختلف شوية جرعة اللي منعطيها دائما بالأكوت كورينا سيندروم نيك 60 وعشر يعني حسب ال-INR اللي يعني نضبطه دائما مع يعني بين ال-2 وال-3 طبعا خمسة أيام لازم يكون الوارفرين معه الهيبارين الريباركسبان ما في داعي نعطي الهيبارين بالصمير يقوي مستخدم 15 ملي جرام مرتين يوميا مع الطعام هاي كتير مميزة كلمة مع الطعام لمدة 21 يوم بعدين 20 ملي جرام يوميا مع الطعام إذن مرتين 15 لمدة 21 يوم يعني ثلاثة أسابيع تقريبا ثم 20 ملي جرام يوميا مع الطعام حالات الخسرة ما ما أثبت أنه يعني واحد من حالات الخسرة أنه متفوق على الآخرين دراسات كتير قليلة عندنا الموضوع لكن شيع يعني شاع استخدام ال-Altiblas بالذات نظرا لقصرة فترة يعني استخدام يعني كتير سهل الاستخدام وحتى يعني ممكن أحيانا ببعض الحالات هو تسريبه يعني يفضل أعطائه بشكل تسريب على مدار ساعتين لكن أحيانا لما يكون عندنا توقف قلب وشيك أو يعني حالات حريجة ممكن نسربه خلال 15 دقيقة أو أحيانا يعني ندفش 20 ملي جرام منه يعني دفش بعدين نتبعه بـ 80 ملي جرام تسريب خلال ساعتين فنتيجة السهولة يعني مقارنة مثلا مع طبعا 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 لكن يعني بأمريكا ما موجود طبعا بالنسبة للتينك طبعا واليوروكينيز ما في أي دراسات عليهم بالصمة رئوية أكتر شيء مدرس هو طبعا 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 جرعة مختلفة عن جرعة الأكوت كورواني سيندروم هي 250 ألف وحدة جرعة تحميل خلال 30 دقيقة بعدين نعطي 100 ألف وحدة على الساعة على مدى 12 إلى 24 ساعة إذا نجب أن نسرب على الساعة 100 ألف وحدة هذه تقريبا بيالتين أو ثلاثة من المليون طبعا يعني استخدام مورفرين هاي ملاحظة عم نرجع نأكد عليه عدة مرات دون إشراك ومع مضاد تخسر آخر يعني الهببارين ممكن سببنا التنخر جلدي محدث بالوارفرين يعني ويعني بيشككنا كتير يعني وجود عوز في البروتين سي كذلك إذا شفنا المريض عنده تنخر جلدي ناجم عن الوارفرين والتنخر بيكون مؤلم خاصة في المناطق الدهنية يعني مثل مثلا الأرداف البطن يجب نوقف الوارفرين نعطي فيتامين كاف وبلازمة حتى نوصل لأستوى طبيعي من ال-INR ممكن هم بعدين نستخدم ممئات أخرى ونطلب اختبار عوز البروتين سي في بعض الحالات اللي يعني بنختار فيه مضاد تخسر حسب الحالة مثلا مرضى السرطان ومرضى الكبد والحوامل أفضل مضاد تخسر هو الهبارين منخفض الوزن الجزئي مثلا بمرضى الكبد مضاد تخسر الفهمية الحديثة يعني مثل معروف الـ مضاد استطباب خاصة إذا كان ال-INR مرتفع عن مريض الكبد شمع الكبدي مثلا أو اطرابات تخسر المختلفة الوارفرين يعني هو معروف أنه بيزيد وأحيانا يعني ال-INR اللي عبي طلع معنا ما وبيعكس تأثير مضاد بالتخسر بالأمراض الكلوية الهبارين منخفض الوزن الجزئي ومضاد تخسر الفهمية الحديثة مضاد استطباب القصور الكلوية الشديد خاصة من يكون التصفية تحت 30 فأفضل دواء لمضاد تخسر بالأمراض الكلوية هو الوارفرين بأمراض تعني إستطيع الغضم وقصة النصف الهضمي يفضل استخدام الوارفرين أو الابيكس سبان لأنه الدبيغاتران وجدوا أنه يزيد عسر الهضم الدبيغاتران وريفر ويندوك سبان وجدوا أنه يزيد نصف الهضمي أكثر من الوارفرين في أي ملاحظة يعني مهمة وجديدة يزيد نصف هضمي أكثر هو الأبيكس السبان والوارفرين الملاحظة القبل الأخيرة المطاوعة الضعيفة من المرضى تعرفوا يعني المرضى يعني تبارف العمر المرضى اللي ما بيأخذوا دواهم متل عادة أحياناً صعب يعني تلزمهم بالوارفرين وتقول لهم يعملوا تحايل فممكن نعطيهم ضغطات تخسر الفموية الحديثة المرضى اللي نستخدم لهم حالات خسرة طبعاً من أجل الوارفرين يعني استخدامه لليوم الثاني إذا كنا نستخدم الوارفرين وأفضل ضغطة تخسر مع حالات خسرة هو الهيبارين العادي أخيراً مدة المعالجة سواء بالخسار الميق أو الصمة الرئوية إذا كانت دي في تي بالجزء البعيد يعني هذا الشائع اللي نشوفه خسار بالأوردة البعيدة سواء كان محرض أو غير محرض مدة معاجلة بس لبشور إذا كان دي في تي بالجزء القريب من الساخ مثلاً الأوليدي الفخزية أو الحوضية أو صمة رئوية سواء كانت محرضة أو غير محرضة محرضة ثلاثة شهر وغير المحرضة يعني غير المفهوم سببه ممكن معالجة مديدة الدي في تي إذا كان بالطرف العلوي أقل شيء ثلاثة شهر يعني ممكن نمدد أيضاً الدي في تي طبعاً لا تنسوا أنه لما بصير في عنا خسار بالأماكن غير معروفة خاصة بالطرف العلوي يجب أن نشك بفرد الخسارية الدي في تي أو الصمة رئوية المرتبطة أو مترافقة مع السرطان يجب أن يستمر المعالجة بالضوضات تخسر مدام السرطان فعال أو المعالجة موجودة معالجة السرطان يعني أخيراً فرط التوتر الريئوي المسبب بالانصمام الخساري مزمن يعني حالي نادرة جداً CTEBH يجب أن يعالج بمضادات التخسر بشكل مديد ويعني شكراً لأستماعكم